وطلع أيضا محافظ حضراموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي على مشروع صيانة جسر بويش السطحي البالغ طوله 480 متر وكل فتح حوالي مليون و53 ألف دولار أمريكي بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبدأ العمل نهاية شهر سمتمبر الماضي وتبلغ فترة إنجاز العمل 8 أشهر وتأتي أهمية الجسر السطحي لمنطقة بويش انطلاقا من كونه الطريق الدولي الرئيس الرابط بين المكلة والمناطق الشرقية ومحافظة المهرة ودول الخليج